هل اللعب ليه سين معين ان يعتزل فيه؟ لا هو على حسب العطاء على حسب العطاء طالما هو سليم 100% وقادر ان هو يدي يكمل وبعدين الوحيد اللي ياخد قرار ان هو يبطل هو اللعب نفسه انت شاهد لقتي ما فيش حد بيعتزل لا ما فيش يعتزلوا ليه بقى عشان الدنيا دلوقتي كويسة يعني كرة بتجيب فلوس كويسة يقرر ان هو مش قادر هل فيه في الفترة دي اللعيبة ممكن تقول لك احنا مش قادرين لا انا ما اظنش ما اظنش لان هما بيستفيدوا بشكل كويس مش كده اه طب انت بطلت سنة كيام بطلت 88 88 الاصابة انت قلتلي قطع في العضلة في العضلة الامامية معرفتش ترجع تاني بعد كده لا معرفتش لعبت بس لقيت نفسي الرجلية مش مش هيلاج بقى مش لا يعني مش حالة وانا سليم 100% حدت خرارك حدش اكبرك خالص 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 طيب احنا قلنا الاعتزال خلاص بش سنة معين هو عطاء ايه بعد ما اللعيب خاصاتنا في الاجيال بتاعتنا بعد ما بيبطل مش عارف هيعمل ايه الناس تقولك اشتغل في التدريب ابقى مدرد الناس تقولك اشتغل في الادارة انا خدت طريق الاعلام وتعلمت على قدل هنا الصورة ايه طبعا انت شايفها هنا ايه اه بي كانت اصابة اه هي اله انا جات لي يعرف جات لي لانا تعورت ازاي كانت تمصفة لعب احنا والمقاولي العرب اه في استاد القاهرة في توت افريقي اه بيل انتوان كان حرس مارمى للمقاولي العرب ايوه بيل انتوان كان فيه حاجة كان بيلعب الكرة بيده ويطلع للتمنتاشر يلعب الكرة بيده لا اي حد ويفضل واقف ما بيرجعش اه فانا شايفه اه وانا عمال اقول يا رب استاده في واحد اه ففعلا لعب مرة الكرة بيده اتقطعت وجات لي اه انا بحطها في الجون انا كنت في نص الملع بس هجيبها جون يعني اعملها لوب ولا تعملها اعملها لوب بقى اه من نص الملع فبحط بطن رجلي فيها الكرة جون مجدي عبدالغاني كان قدامي فمش شايفني اه اتزحلق في رجلي يعني مجدي وانا بشوت وانا بشوت الكرة هو مش شايفني بس هو ما كان شايفني لا طبعا طبعا انا جاي من ظهره وكرة قدامي وبحط الكرة في بطن رجلي وهو اتزحلق في رجلي فانا عايز اشوت الكرة برضو فشوت الكرة وكملت في رجله حسيت رجلي عملت تاك العده اتقطعت دي كانت النهاية اه طبعا بقولك اتفعل بالبومة لبس البومة يعني اه اه طبعا بالبومة العادية اه ومتل التقديم ولا اجد من يخدم علي اه 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 هنا خلي الجدالة وتقلق بعد غياب اه كان بعد غياب ايه يمكن كنت متعور اه ورجعت التاني ايوه اللي بعده دي ايه الصورة دي بقى عاوزة جيبها كده عاوزة اه انا الصورة انت بتعمل بتشوت كرة في فرس تايم اه ومين اللي اه ده مدافع ممكن ده للتحاد سكندري متالي اه للتحاد موحي اه حاجة كده موحي ودي شطة واقف وهو من بعيد ده ايوه ومختار واقف من بعيد ايوه فكرها ها دكاس مصري ده اللي ده كاس مصر اللي انت جبت بيه اللي هو ماضش المصري 1-0 الا واقف من انت جبت ببور اه بالضبط اللي كسبنا بيه اه السمير عدلي ايه كنت انت هنا كان سنك كم سنة هنا خالد هنا تلاتة عشرين اربعة هنا دي تلاتة عشرين سنة كنت جبت يقول ايه سجرة لا كامبالا سيتي مثال كامبالا سيتي اه بطل اوغندا اللي بعد هنا بقى الصورة دي كما تجاهل وزي مالك انت انا بشترك مع الصورة التانية انا سمحتوا ده ايمان يونس وبعد ابراهيم يوسف الله ارحمه واشام يكن وراك ودي زكريا ودي طارب وزيد ده بعد الكاس برضو مجلة السقر دي اللي بعده اللي بعده دي الاهل بطل افريقي اقضت زعمته ويفوز بكاس مصر مرة عشرين هكذا الالام بتاع كولونيا ثلاث خمسات اه هبص وطلع في الصورة عامل الزامل ده كان ايه يا خالد الصورة دي جول ده كنت بتسجيله ده جول اه بس انا مش مش مجمعه اللي بعده يا والدتي الله يرحمه الله يرحمه يا انت وضبت الصور دي من ايه من اقوى هتا ولا انا بنجيب حاجة انا امرا تشوفها طب رجع لنا الصورة تانية راجع الصورة تانية كده الله يرحمك الله يرحمك دورها في حياتك ايه يا خالد لا دور كبير جدا ازاي بقى كانت بتشجعك بتشجعني هي البركة كلها اكيد هي البركة كلها الله يرحمها هي والدي كيف تعمل لك اكل مخصوصة خالد احلى اكل يا كابتس لا والله لا بص بقى ايه ده لما احنا ما شبناش الحاجات دي مش عارف لي ازاي طب ازاي لا عشان انا كنت برضو ايو ايو يعني كانش كنت تكذف عزمكو يعني انت اكبر مني كنت اجيب لنا اكل في النادي بس بص احلى اكل لا والله يبص يا كابتس الله يرحمه احلى اكل الله يرحمها ويحسن اليها يا رب العالمين ايه الموقف اللي انت متنسهلهاش في ماتش من الماتشات اه في ماتش من الماتشات اللي هو ماتش المصري اللي كسبنا فيه كاس انا روحت في عربية بوليس يعني الجمهور من بعد الماتش اه مركبتش الأوتوبيس انا بتاع النادي اه في عربية شرطة روحوني على البيت كويس فروحت البيت لقيت جمهور النادي الاهلي قافل الشارع اه وطوبل وابتاع اه والدتي بقى الله يرحمها بتفرق شربط على الشارع كله لا والله يعني الجمهور والشارع فالهي كانت اهلوية جدا وبتحب الكرة جدا وابتتفرج علينا بقى ما بتفوتش ماتش الله يرحمها الله يرحمها بيش فاكل موقف تاني كده لا الاكل بقى احلى اكل بقولك ايه الاكل اللي انت كنت بتحب تحملها لك كل حاجة بس بص يعني احلى حاجة باين الفتة اه طبعا الفتة اه واللحمة اللي في الفرن بقى والحاجات دي انت ليه ما عملش مبرطعة تزال يا خالد والله في الوقت ده يا كابتن كان لازم الواحدي يعني يعدي بقى على الشركات ويشوف عشان الاعلانات انا ما يعني ما بلعتش لا ما عنديش الخلق ده وما بلعتهاش فما عملتش يعني